اهلا بكم عزيزي المتابعين معاكم الدكتور تامر والنهاردة هنتكلم على النقرس او الجوت او اللي كانوا بيسموه دا الملوك كانوا بيسموه دا الملوك عشان الملوك هم دول اللي كانوا بيأكلوا لحوم كتير فكان بيزيد نسبة اصابتهم بالنقرس اما باقي الشعب فكان فقير ما بيأكلش لحوم كتير وما تنساش في البداية وانت لسه مسحصح معايا كده دوس لايك للفيديو مرض الجوت او النقرس دا بيكون نتيجة ترسيب كريستالات اليوريت في المفاصل نتيجة ارتفاع حمض اليوريك في الدم او السيرام يوريك اسد وده مرض لو متعليكش بشكل كويس واصبح مزمن وحصل اتاكس كتير او هجمات كتيرة من التهاب المفاصل ممكن يدمر المفاصل دي وفي بعض الاحيان ممكن يأثر على وظيف الكلاه ويعمل فشل كلاوي لكن الفشل الكلاوي بسبب مرض النقرس دي حاجة نادرة شوية لكن التهاب وضمار المفاصل ممكن يحصل فعلا مع مرض النقرس لو جينا نقول ايه هي الاسباب اللي بتزود حمض اليوريك في الدم او السيرام يوريك اسد ده في الدم نقطة اكل اللحوم الكتير وده الملوك اللي قلنا عليه في البداية لقوه بيمثل 10% بس من اسباب النقرس يعني 10% بس من مرض النقرس بيكون بسبب اكل اللحوم الكتير الغنية بحاجة اسمها البيورين زي الكبدة وزي السالمون وزي بلح البحر وزي المحار وزي السردين وزي اللحم الضاني وزي الديك الرومي ومعظم انواع اللحوم تقريبا بالاضافة الى الاطعمة والمشروبات الغنية بالفاركتوز زي مثلا الفواكه المجففة زي عصير الفواكه وزي الصودة والكولا والحاجات دي لقوها هي كمان بتزود حمض اليوريك في الدم اما 90% من الاسباب بعيد عن اكل الحاجات دي زي مثلا الناس اللي بتشرب كحوليات زي مثلا بعض الامراض التانية اللي بيبقى فيها ارتفاع في حمض اليوريك في الدم زي الميلو برويرفل دفتوس اوردرز زي الامراض اللي بتعمل تكسير في كرات الدم الحمرة زي انيميا الفول جي سكس بي دي دفشينسي وغيرها كمان اليوريك اسد ده ممكن يرفع نتيجة الكيموثيرابي او العلاج الكيماوي كمان في اسباب جينية في الموضوع ممكن يكون شخص الاكل بتاعه طبيعي خالص مش بياكل لحوم بكسرة ولا حاجة ومع ذلك يبقى عنده اليوريك اسد عالي ممكن يجي الناس عندها اصلا مشاكل في وظيف الكلا فالكلا مش قادرة تتخلص من اليوريك اسد فمستوى عالي في الدم ممكن الناس ما بتشربش مية كتير وعندها جفاف باستمرار برضو ده يزود اليوريك اسد ممكن عيان يكون بياخد بعض الادوية وتكون هي السبب في زيادة اليوريك اسد زي مثلا بعض مدرات البول لوب دايوريكس والثيازاية دايوريكس وممكن الناس اللي ماشي على لوب دوس أسبرين الأسبرين ممكن يرفع مستوى حمض اليوريك في الدم وغيرها من الادوية كمان لقوا ان النقرس نسبة حدوثه زيادة شوية مع بعض الناس اللي عندها ضغط عندها سكر عندها ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم عندها زيادة الدهون السلسية في الدم والناس طبعا اللي وزنها زيادة وعندها أوبيزيتي بعض الناس اللي عندهم يوريك اسد عالي ممكن كريستالات اليوريت تبدأ تترسب في المفاصل وتسبب التهاب في المفصل خصوصا المفصل بتاع الصابع الكبير بتاع القدم بوداجرا ده أكتر مكان مشهور لكن بقى المفاصل ممكن تلتهب برضو زي مفصل الأنكل الني ريست قلبو غيرها لكن الأشهر واللي غالبا بنشوفه في الأول يعني هو الصابع الكبير بتاع القدم بيقولوا عليه بوداجرا المفصل نلاقيه التهاب وورم وحمر وبيوجع العيان جامد وممكن يسخن العيان والعيان يترعش بسببه التهاب المفصل ده ممكن يستمر من أيام لأسابيع قليلة وبعد كده بيخف وبيرجع المفصل لطبيعته تماما طالما لسه في البداية لكن العيان ده لو متعالكش بشكل كويس ممكن الأتاج ده ترجع تاني والمفصل يلتهب تاني مرة والتانية والتالتة ويسبب مشاكل في المفصل بقى ويسبب ضمار المفصل كمان الناس اللي عندها يوريك أسد عالي فهم عرضة أكتر لحصوات الكلا ومشاكل في وظايف الكلا كمان لو المرض بقى مزمن ومتعالكش بشكل كويس كريستالات اليوريت دي ممكن مش بس تترسب في المفاصل لا تترسب كمان في الصوفت تيشوز في الأنسجة على التندونز مثلا فيطلع كتل من هذه الكريستالات زي في الأوزن والأصابع الركبة الكوع وغيرها بيسموها توفاي ايه هي الأسباب اللي ممكن تعمل أكيوت أتاك اللي ممكن تعمل فلير يعني شخص عنده اليوريك أسد عالي وممكن تكون الكريستالات دي موجودة فعلا في المفصل لكن مفيش التهاب ايه اللي يبدأ للتهاب ايه اللي يظهره ممكن مثلا ترومة واحد خد خبطة في سابعه مثلا ممكن دي هيدريشن يعني العيان بدأ يصوم مثلا في فصل السيف وما بياخدش سوايل كتير فيحصل عنده نسبة جفاف فيزهر عنده الالتهاب ده ممكن العيان بدأ ياخد مدرات بول زي ما قلنا ممكن العيان يكون بدأ يأكل لحوم كتير بزيادة عن الطبيعي ده ممكن يكون السبب علاج النقرس نفسه بمعنى ان أي تغير في مستوى اليوريك أسد سواء بالزيادة أو بالنقص ممكن يبدأ الهجمة أو الأكيوت أتاك عشان كده علاج النقرس الأدوية اللي احنا بنستخدمها في علاج النقرس في بداية شغلها ممكن تزود شوية الأكيوت أتاكس دي وهقول في العلاج بنتعامل معها ازاي ايه هي الفحوصات اللي انت تطلبها لعيان شاكك انه يكون عنده جوت أو نقرس لو عيان جالك وعنده التهاب في المفصل فأول حاجة لازم تعملها هي تسحب عيانة من الالتهاب ده ومن السائل اللي في المفصل وتحللها وتعمل لها مزرعة كمان عشان أولا تستبعد السيبتيك أرثريتس أو التهاب المفصل الناتج عن البكتيريا عن عدوة بكتيرية لأن ده خطر جدا ممكن يدمر المفصل في خلال يوم أو يومين ده لازم نستبعده الأول عشان لو موجود لازم نعالجه ده حتى لو العيان بتاعك متشخص انه عنده جوت وجاله أتاك جديدة برضو يفضل ان انت تسحب له أرثروسنتيزيز عشان نستبعد السيبتيك أرثريتس لأن ممكن تيجي مع الجوت عادي كمان الأرثروسنتيزيز ده هنحطه تحت الميكروسكوب وهنشوف الكريستالات بتاعة اليوريت دي تحت الميكروسكوب بيكون شكلها زي الإبر زي اللي في الصورة دي وهو ده اللي بيشخص لك الجوت يعني الأرثروسنتيزيز وإنك تشوف الكريستالات دي تحت الميكروسكوب هو ده اللي بيشخص لك الجوت هي دي الأساسية في التشخيص بعد كده تحليل السيرام يوريك أسد مستوى حمض اليوريك في الدم والتحليل ده بقى هو اللي مظلوم معنا بصراحة اي عيان يقولك انا مثلا يعني كعبي بيوجعني انا بطن رجل بتوجعني من تحت يقوله روح يعمل سيراميوريك اسد يلاقيه عالي يقوله انت عندك نقرس طبعا الكلام ده مش مصبوط ليه بقى في نسبة كبيرة جدا من الناس عندها حمض اليوريك عالي ومعندهاش نقرس في نسبة من الناس اللي عندها نقرس وقت الاكيوت اتاك نيجي نعمل لها السيراميوريك اسد نلاقيه طبيعي الناس اللي عندها سيراميوريك اسد عالي ومفيش التهاب في مفصل ما بياخدوش علاج الا لو مستواء اكتر من 9 على 11 يعني في الحالة دي نرائب بس ونخلي بالنا من وظائف الكلة لكن ما بياخدش علاج برضو فمش كل واحد عنده سيراميوريك اسد عالي نقوله انت عندك نقرس في تحليل بقى اللي هو 24 hour urinary uric acid ان احنا نجمع البول بتاع العيان لمدة 24 ساعة ونشوف فيه يوريك اسد قد ايه التحليل دا ما بطلبوش الا لو عيان هتديله نوع من الادوية اللي هو بروبيناسيد لو هتديله النوع دا في علاج النقرس بطلب منه التحليل دا عشان لو طلعت كمية اليوريك اسد اللي بتطلع في البول اكتر من 800 ميلي جرام في اليوم ما تدلوش البربيناسيد ولو طلعت كمان اكتر من 1100 ميلي جرام في اليوم اتابع كويس وظائف الكلا بتاعت العيان دا كمان العيان بتاعك ممكن تطلب منه وظايف كلا سيرام كرياتينين وسيرام يوريا والافضل ان انت تشوف الستميتة GFR بتاعته عن طريق الMDRD المعادلة عشان تتابع وظايف الكلا بتاعته وفي فيديو عن وظايف الكلا وازاي تفهم التحاليل اللي انا قلتها دي هسيب لك الرابط بتاعها تحت في وصف الفيديو او في اول تعليق لو عملت للعيان بتاعك CBC صورة دم كاملة وقت الأكيوت أتاك ممكن تلاقي الويت بلاد سيلز عالية او كرات الدم البيضة بالنسبة للامجينج او التصوير لو عملت للعيان بتاعك اكس ري اشعة عادية على المفصل فلو كانت اكيوت أتاك وكان المرض لسه في بدايته فالإكس ري هتطلع طبيعية تماما لكن لو المرض مزمن والأتاك سي دي بتتكرر كل شوية وحصل مشاكل في المفصل فهيظهر في الإكس ري ممكن تلاقي وممكن تلاقي ممكن تلاقي بتاعك اللي عنده التهاب في المفصل سونار على المفصل ممكن تلاقي حاجة اسمها ممكن تلاقي حاجة اسمها ممكن تلاقي حاجة اسمها ممكن تلاقي وممكن يشوف كريستالات اليوريتس دي نفسها ويساعدك في التشخيص الـ CT أو الأشعة المقطعية أحيانا نطلبه الـ MRI غالبا ما بنطلبهش في عيانين النقرس أو الجوت علاج الجوت أو النقرس لو العيان ما عندوش أي أعراض فما بياخدش علاج لو العيان عنده أعراض بالفعل لو عنده التهاب في المفاصل فالعلاج بيتركز على جزئيتين الجزئية الأولى إن إحنا نتعامل مع الأكيوت أتاك أو الهجمة الحادة أو الالتهاب الحادة اللي حاصل دلوقتي في المفصل الجزئية التانية إن بعد الالتهاب ده ما يفك ويبقى كويس والمفصل يرجع لطبيعته ندي للعيان أدوية تقلل مستوى اليوريك أسد بقى ونزبط حياة العيان ده زي ما هنقول بعد شوية الجزئية الأولى اللي هي التحكم في الأكيوت أتاك ده بيكون عن طريق مضادات الالتهاب والمسكنات زي non-steroidal anti-inflammatory drugs بأنواعهم زي الكورتيكوستيرويدز كورتيزون زي الكولشيسين زي حاجة اسمها أناكينرا وأحيانا الأدينيو كورتيكوتروفك هرمون أو الاسي تي اتش ولو العيان عنده موانع لكل المسكنات دي في الحالة دي ممكن نحقنه في المفصل نفسه intra-articular steroid injection نحقنه كورتيزون في المفصل نفسه وزي ما قلنا لازم تكون استبعات سيبتيك أرثرايتس وكمان ما بنديش أدوية تقلل حمض اليوريك في الوقت ده في وقت الهجمة لأن لو قللناه ده هيزود الأتاك وهيزود البين والإنفلاميشن وهيزود مدة الأتاك دي ممكن تستخدم أي نوع من الأنواع اللي أنا قلتها على حسب كل عيان طبعا لكن ما بنستخدمش الأسبرين الأسبرين من الأدوية اللي بترفع مستوى السيراميوريك أسد الأدوية اللي هي المسكنات اللي أنا قلت عليها دي بنديها بالفول دوز لمدة من يومين لخمس أيام بعد كده لما بنلاقي فيه إمبروفمنت بنبدأ نقل للدوز لحد الموضوع ما نتحكم فيه تماما واللي التهابي روح ال-ACTH ممكن أستخدمه بديلا للكورتيزون في بعض الأحيان بدل العيان أربعين وحدة تحت الجلد ده بيحفز الكورتيزون الطبيعي في الجسم أنه يضلع وممكن أكررها بعد كده إذا تطلب الأمر كمان في بعض الأحيان أحتاجت دي نوعين من المسكنات دي يعني ممكن أدي نانسترويد الأنتي انفلاماتري دراجز مع كلشيسين أودي استرويد مع كلشيسين أودي انترا أرتيكولار استرويد انجيكشن مع كلشيسين أو مع النانسترويد الأنتي انفلاماتري دراجز ده طبعا لو نوع لوحده مش جايب نتيجة الأناكامرا دي بيستخدموها أصلا في روماتويد أرثرايتز ممكن أستخدموه هنا برضو في الجوت لو فيكم مربطة كتيرة مع العيان ومش نافع عديله أي حاجة من الأنواع التانية دي اتحكمنا في الأكيوت أتاك والحمد لله عدت على خير والمفصل رجع الطبيعي يبقى هنيجي للجزئية التانية إزاي نقل الحمض اليوريك في الدم للعيان ده على المدى الطويل عشان نحاول ما يحصلش أتاكس جديدة والتهاب جديد وده هيكون عن طريق حاجتين إن احنا نتحكم في العوامل اللي هي بترفع اليوريك أسد أصلا عند العيان ده وإن احنا نديله أدوية يعني العيان ده يتجنب أو يقلل كمية اللحوم اللي قلنا عليها بترفع اليوريك أسد في الدم سلمون سردين لحوم ديكرومي معظم اللحوم تقريبا يعني نقلل كميتها العيان يبطل كحليات العيان لو وزنه زيادة هيزبط وزنه العيان يمارس رياضة العيان لو معها أمراض تانية زي الضغط والسكر وغيرها نتحكم فيها العيان يشرب مية باستمرار ويتجنب الجفاف ويخلي باله من شرب المية دي حاجة مفيدة جدا جدا العيان لو بياخد أدوية بترفع السيراميوريك أسد نبطلها إذا أمكن وبعد كده بند للعيان الأدوية الأدوية اللي بتنزل مستوى حمض اليوريك في الدم ممكن في بداية شغلها تسبب فليرز أو التهابات أو أتاكس عشان كده بندي حاجة زي كولشيسين بالجرعات الوقائية معاهم لمدة أول ستة شهور من العلاج الهدف بتاعنا من العلاج إن السيراميوريك أسد يكون أقل من ستة ميلي جرام برديسيليتر الأدوية دي بقى زي إيه اللي بتقلل حمض اليوريك في الدم حاجة زي زانثين أوكسيديز انهيبتورز زي الأشهر اللي معروف اللي هو ألوبرونول في السوق باسم زي لوريك الدواء ده مهم جدا ومفيد ومشهور ممكن تبدأ للعيام بتاعك مية ميلي جرام يوميا وتزود الجرعة كل مثلا ثلاث أسابيع لحد ما توصل للهدف بتاعك اللي هو سيراميوريك أسد أقل من ستة ميلي جرام برديسيليتر نخلي بالنا بس لو في مشكلة في الكلة ندي نص الجرعة دي بس لإن الألوبرونول بيتم إخراجه عن طريق الكلة وكمان نخلي بالنا إن الألوبرونول ليه سايد افكتس زي مثلا صداع، إسهال، مشاكل في الهضم والحتة بتاعة المعدة دي ممكن يحصل منه ماكولر راش وممكن يحصل منه هايبر سينسيتيفتي ممكن تبقى جديدة لدرجة إنه يحصل ستيفن جونسون سندروم طبعا لو حصل أي هايبر سينسيتيفتي بنوقف الألوبرونول كمان الألوبرونول ممكن يتفاعل مع بعض الأدوية ويزود شغل أو توكسيستي بتاعة بعض الأدوية زي الأزاثايوبرين وزي السايكولوفوسفوميت فبرضو نخلي بالنا النوع الثاني من نفس المجموعة المنافس القوي للألوبرونول هو الفيبوكسستات زي يوريكو دروب في السوق بيتم التخلص منه أو الميتابوليزم بتاعه عن طريق الكبد فأقدر أديه لمرضى الكلة بدون ما زبط الجرعة بتاعته ببدأ للعيان 10 ميلي جرام يوميا وبعد شهر أخليه 20 وبعد شهر أخليه 40 وهكذا لحد برضو موصل للتارجد بتاعي وأنا ببدأ بالتدريج حاجة اسمها ستيب وايز برضو عشان أحاول أقل الفليرز أو الهجمات الجديدة دوا كويس جدا لكن في المقارنات والدراسات وكده لقوا إن الألوبرونول أفضل منه شوية صغيرين في مجموعة تانية بقى من الأدوية اسمها يوركوسوريكس اللي هي بتنزل حمض اليوريك أو اليوريك أسد ده في البول فبكده نتخلص منه من الدم زي أشهرهم البروبينسيد وده عشان نستخدمه زي ما قلنا لازم نعمل للعيان تحليل تجميع بول ونقيس اليوريك أسد فيهم قد إيه على مدار 24 ساعة لو طلع أكتر من 800 ميلي جرام في اليوم ما بندلوش بروبينسيد والعيان لو عنده مشاكل في وظيف الكلا مدرك توسيفير في الحالة دي نستخدم نوع تاني أحسن زي الفيبوكسستات في نوع تاني خالص بقى اسمه راسبيروكيس ده بنستخدمه لو اليوريك أسد ده عالي بسبب الكيموثرابي أو العلاج الكيماوي وممكن نستخدمه في البريفنشن بتاع حاجة اسمها تيومور لايسيس سندروم وأحيانا نستخدمه لو الحالة مش مستجيبة للأنواع اللي فاتت بس نخلي بالنا إنه ممكن يحصل منه أنافلاكسز أو صدمة تحسسية جديدة ودي كانت أشهر الأدوية المستخدمة لكن أشهرهم في الاستخدام هو الألوبرونول والفيبوكسستات والعلاج بتاعهم ممكن يكون مدى الحياة خلي بالنا ومتابعة العيان بتبقى كل ست شهور طالما وصلنا للتارجت بتاعنا بالنسبة للتفاي أو كتل الكيستالات اللي تكونت على التندون أو في الصوفت تيشوز دي ما بقى شلهاش جراحيا بسيبها إلا لو فيها مشكلة كبيرة يعني مثلا ضغطة على عصب يعني مثلا عملة بشكل كبير مثلا فيها انفكشن وبيتكرر فيها وعمل فيها مشكلة يعني لو فيها مشكلة كبيرة نشيلها جراحيا أما لو ما فيهاش بنسبها لأن التأمها بيكون صعب شوي والمصادر هسيبها لك في الوصف أسفل الفيديو أو في أول تعليق وفي النهاية أحب أشكركم ما تنساش اشترك بقى في القناة وعمل لايك وشير شكرا لحضراتكم